السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا النهاردة نتكلم على قانون دربات الجزاء الجديد اللي موجود في مصري من زمان أنا نقولك إيه؟ في قانون دربات الجزاء الزمالك لو سد الكورة الهاكم يخليها تأييد ولو الزمالك دخل فيه القن الهاكم ما يخلوهش يأييد لا دي يا أخي واشمعنا الزمالك أول ما يسد الكورة نهيد الكورة يسد الشيكورة بخلوش الكورة أنا يا أخي نعمل هنا هاد الكورة كله دربات الجزاء ولا أنا بعد كده مااني لها بدربات الجزاء ثاني والزمالك يسد الكورة إن شاء الله كلنا رجعين وصمدين زمالك 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 ومن على الدكة كمان ورجعنا لكم بعد الفاصل مع موه أثمان الهبر الجديد لنقوله أثمان يقولولكم ده إيه بقى؟ بين شرقي يرقى ثاني زمالك بيقولك يجددوا معاشا يرقى الزمالك أنا بقى نقوله أنا لا نقف على بين شرقي ولا نقف على ميدو ولا أحمد الكاس ولا نقف على أب هميد همدي ولا أي حاجة أنا نقف على الدكة قدام كله عمره ولا يهمنها حاجة خالص أنا بس اللعيبة والله لازم سامدون ويلعبوا بس يا أخي يتغلبوا من فرقه ليه إنا نتغلب من فرقه؟ ده إستهتار دي ولا ده تسيب ولا ديادي فرقه؟ مين فرقه دي يا أخي؟ أنا أول مبارح لأينا فيه فرقه يتلقى يقولك فرقه يلعب الزمالك فرقه يلعب الزمالك أنا قلنا نأخذ أربعة همسة نقلبوا ستة نص دستة إنما نتغلب من فرقه؟ مين فرقه دي يا أخي؟ ولكن إن شاء الله في الدور الثاني نتعادل مع فرقه؟ مش نغلب هننتعادل معه ونزلو زل يو ولد يا السلام عليك انت وفرقه؟ وارجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع موسمن أنا رح نوجه رسالة لكل اندية الدوري وكل العالم العربي والإفريقيا كله الزمالي القادم الزمالي القادم الزمالي القادم يو ولد يا السلام عليكم إن شاء الله العالم قادم أنا رح نلقى وشيك باله قادم ويفضل هاي إن شاء الله عمره يفضل كده عليك هذه الحياة ونغيز الأهل والجمهور الأهلي وإحنا سامدون والزمالي القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع موسمن